مبارح الرئيس الأمريكي جو بايدن زار مدينة شرم الشيخ من أجل مشاركة في قمة المناخ واللي بتعتبر الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي منذ توليه سدة الحكم وكأيضا بتأتي بمناسبة مرور مئة عام على العلاقات المصرية الأمريكية خلينا نتعرف أكتر عن تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشرم الشيخ أهم تصريحاته عن مصر ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ردود الأفعال العالمية بعد هذه الزيارة رحبوا معنا بدكتور طريق فهمي وأستاذ العلوم السياسية اللي منوره النهاردة في ستوديو صباح الخير مصر صباح الخير يا كدو صباح الخير فاند صباح الخير ربما يا دكتور يعني زيارة بتاعت الرئيس جو بايدن بتعدي زيارة مهمة جدا يعني قمة المناخلة وبصنا لها كده هتعتبر دي نقطة فاصلة فيها ما قبل زيارة بايدن وما بعد زيارة بايدن لأن هي ربما هي قمة حصد النتائج أو هي يعني هي النتيجة اللي أثمرت عنها هذه القمة خصوصا بعد تصرحاته اللي قال فيها أنه هو حيمول مصر ب500 مليون دولار عرفنا يعني لو وصفنا هذه القمة كيف كانت ما هي تأثرها كيف يمكن أنه عول عليها أيضا مستقبلا يعني أنا في تأديري أن الزيارة مهمة لجملة من الاعتبارات جزء منها هو تأكيد الشراكة المصرية الأمريكية هو طبعا فيه جزء مرتبط بالفعالية لكن بطبيعة الحال رئيس الأمريكي لا يحضر كل المناسبات لكن كان فيه تأكيد أنه الرئيس الأمريكي سيحضر برغم الانشغالات في الانتخابات التجديد النصف للكونجرس كما تعلم وفيه انشغال أمريكي كبير حتى هذه اللحظة طبعا بالنتائج ولكن رغم ذلك أتى وطبعا هو عنده جولة أسيوية من القاهرة هو أطلق تصريحات مهمة جدا تؤكد طبيعة وهيكلية العلاقة المصرية الأمريكية طبعا فيه كلام كتير أول بيتقال فيه موضوع المرتبط بالشراكة المصرية الأمريكية وهي شراكة بالفعل على زي العلاقة كما أشرت واتكرمت 100 سنة على إقامة العلاقات وداتشينها لكن 40 عام من العلاقات الحقيقية مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة كما تسكر السيد مصفة وقعت معنا في المعاهدة معهد السلام مع إسرائيل رئيس جيمي كارتر بجانب الرئيس الرحل الأنول السادات وجانب مناحن بيجن رئيس وزراء إسرائيل وقتها فبالتالي هي الشريك معك ده بعد تتشين آخر يعني تتشين مرتبط بطبيعة ونمط هذه العلاقة أيضا أن مصر والإقليم بتحتلم ساحة في الاستراتيجية الأمريكية السجارة الأمريكية دي بتطلع في معاهد كل رئيس بتأكد الأولويات للسياسة الخارجية الأمريكية آخر استراتيجية أمريكية أعلنت من حوالي شهر أكدت على محورية الدور المصري في الإقليم طبعا بعض بيرى أنه ربما هو التركيز مبارح كان في تحليل مضمون كلمات رئيس الأمريكي أن نوجه الشكر في موضوع غزة في الدور المصري المحوري في الإقليم وبطبيعة الحال طبعا الشكر للإحتفالية الكبيرة والمؤتمر بنجاحه وبتنظيمه هذه الأمور طبعا الإدارة الأمريكية تدرك مع من تتعامل يعني جزء مما جرم هو شهادة أنه هذا البلد المستقر أمنيا وسياسيا قادر أن ينظم هذه الفعالية بصورة كبيرة طبعا فيه تفاصيل متعلقة ودي عبارات بابين السطور وجه الإطار فيها جزء منه مرتبط بالحرب الأوكرانية الروسية ودور المصري المباشر في هذا الإطار وكأنه يقول العالم نحن معنا شرقاء في الإقليم مهمين دول مهمة في الإقليم مش مجرد أنه شريك لكن شريك على كافة المستويات أن هذا الدور لهذه الدولة اللي هي بتعقد هذه الفعالية في هذا التوقيت مهم جدا أنه يشيد بشكل الشراقة إطارها مضمونها وبيكلم على كيفية التنسيق مع مصر في ملفات متعددة بطبيعة الحال هذا يعكس الاهتمام الأمريكي بالأوضاع في مصر هم لديهم الرؤية الكاملة يعني أنا مع الرأي أنه الأمريكان بيعرفوا كل شيء سواء كان من خلال وسائلهم ومصادرهم فهم مدركين لطبيعة الاستقرار في هذا البلد وكأنك تريد أن تقول أن أنت بتعمل هذا العمل الكبير في المناخ لكن هناك بطبيعة الحال تأكيد على جدارة الدولة المصرية بتنظيم هذا المؤتمر وتأكيد إلى شرقته سناءه وتقديره أنا تمالي أقول لسلم الصفا عبارة مهمة إحنا مش محتاجين شهادات حسن سلو سلوك من أحد لكن هو الجزء اللي كان مرتبط بقضايا حول الإنسان والديمقراطية وغيره هذه أمور مرتبطة بالأديولوجيا الأمريكية في العالم يعني هم بيقولوها مع الصين بيقولوها مع روسيا بيقولوها مع كل قوة في العالم نحن على أرض راسخة نقلنا رسالة جيدة الدولة المصرية بارح كان بصورة أو بأخرى كنا جديرين أن نعمل هذا المؤتمر وبنأكد على حجم الشراكة بس إحنا بنعمل ندية في العلاقة أستاذ مصطفا مع الولايات المتحدة مع روسيا مع الصين برغم كل ما قيل أمس في طبيعة العلاقة طيب دكتور طبعا بعد التحية خاليني يعني في نفس السياق حضرتك تحدثت عن أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن فيه خضم يعني نشاط رئاسي يعني فيه زخم كبير وزي ما حضرتك قلت بجولة إن كان دول جنوب شرق أسيا أسيا ثم قمة العشرين في إندونيسيا يعني جولة كبيرة صحيح بجانب طبعا زي ما حضرتك قلت الانتخابات النصفية للكونغرس ويعني خلينا نقول فيه نشاط كبير جون كيري مسؤول المناخ في الحكومة الأمريكية أيضا كان متواجد نانسي بلوسي كانت متواجدة أيضا لماذا أصر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحضور هذه الساعات القليلة يعني يمكن أربع ساعات ثم غادر لاستكمال جولته زي ما كنا منتكلم حضوره بضع ساعات أكيد ليه مدلول بالتأكيد حضرتك هو بيعكس دلالات الاهتمام الأمريكي بالشركاء أو الحلفاء في الإقليم جزء منه هو بيسموا الدول اللي زي مصر في المنظومة الإقليمية الشريك الفاعل يعني الشريك الفاعل الشريك اللي حضرتك أقمتي معاه علاقات طويلة وممتدة وإحنا مبارح كان سيد الرئيس وجه رسائل أيضا مهمة للإدارة الأمريكية إن إحنا علاقتنا ممتدة من 40 سنة لعلاقة مع الولايات المتحدة علاقة قائمة وعلاقة قائمة على فكرة الندية بالمناسبة يعني نحن حلفاء فاعلين لكن زي ما قلت لأستاذ مصطفى إنه إحنا عندنا جزء مرتبط بالشراكة والندية مع الحلفاء إحنا طبعا العلاقة مع الأمريكان علاقة ممتدة وهيكلية بتعبر عنها أمور كتيرة جدا مش إحنا البعض يختزلها في موضوع المساعدات لكن هي أكبر من هذا أنت لديك منظومة كاملة في العلاقات مع الولايات المتحدة بتدريها من سنوات طويلة وبالتالي هي لا تختصر في ملفات معينة ربما الميديا بتركز عليها لكن العلاقة ممتدة وإحنا لدينا أصدقاء إحنا مش بنكلم الرئيس الأمريكي فقط زي ما حركت عالمي الإدارة الأمريكية وإنت بتتكلمي وزارة الدفاع بتتكلمي السي آي إيل استغمارات المركزية بتتكلمي الخارجية بتتكلمي هيئة مستشارين بتتكلمي مراكز وبيوت خبرة أمريكية ففيه جهات متعددة حضرتك في الولايات المتحدة إحنا بطبيعة الحال انفتاح مصر على كل هذه الطيرات وهذه الأطراب وبالتالي بتبني شراكة ممتدة عشان كده لنا أصدقاء في الإدارة الأمريكية ده يفصل لحضرتك الحفاوة والاستقبال والسور ولغة الجسد بالنسبة للسؤولين الأمريكان هم بيكلموا مع حضرتك ده مهم قوي نحن نفهم ده إنه هو فيه تقدير كبير للقيادة المصرية وتقدير كبير للدولة المصرية إحنا بالفعل كدولة دولة مستقرة في إقليم الطارب والإدارة الأمريكية دائما ما تقول هذا دائما ما يقولوا إنه هذا بلد مستقر في بيئة يعني فيها كثير من حالات عدم الاستقرار نعم بالفعل عشار رئيس بايدن فبالتالي ده مهم قوي إنه نفهم ده وهو بيتكلم على إن مصر كيف دخلت في موضوع غزة وأنهيته ثلاث أيام ثلاث أيام أنهيتي صراع هو مقدر على هذا الأساس بالتأكيد طبعا بالتأكيد طيب حرك أشارت العدد من الأطراف وأنا يهمني إن أنا أسمع من حضرتك تحليل لكل الطرف من زي ما بيقولوا كده مراكز صنع القرار في الإدارة الأمريكية تينك تانكس الكونغرس الشيوخ البيت الأبيض البنتاجون كل دول أطراف فعالين كيف تطورت العلاقة ما بين الجانب المصري والجانب الأمريكي في هذه الأطراف وما هي أبرز نقاط القوة الضعف تحليل سريع يعني حقول نقطة مهمة إحنا ليك طيارات في الإدارة الأمريكية أنت بتتعامل معها على أكثر من مستوى البيوت الخبرة ومراكز الأبحاث الأمريكية هي دي العقل الأمريكي اللي هي إزاي تطرح مستويات ومقاربات للعلاقة ومحدداتها عين القاهرة دائما على هذه المراكز وبيوت الخبرة بصورة أو مخرى لكن أنت ليك طيار داعم ومستقر وآمن اللي هما بين قصير ووزارة الدفاع يعلم قيمتك جيدا يعرف طبيعة الدور المصري وطبعا هما ليهم طبعا رؤى أنه المصر بتتحول تحول سياسي وديموقراطي بنت مؤسسات العلاقات مستقرة عندك في مصر قوات متعادية الجنسيات الأمريكية في جزء مساعدات عسكرية ففي منظومة كاملة من العلاقات هم يقدرون مصر بصورة كبيرة في تأدير كبير لكن لابد أن نشير في بعض الشخصيات السيناتورز في الكونجرس مش عايز أقول منوئين لكن هو اختبهم مقرر وطبعا تكشف المواقع وتكشف وتسلط وسائل الإعلام الغربية تضوء عليهم ولا تنظر للصورة كاملة بتنظر للصورة الكاملة لا تنظر للصورة كاملة لكن طبعا أنا عايز أقول يعني برضو لازم نضع الأمور في إطارها أما الجانب الأمريكي يخصم مبلغ ماه من المخصصات المالية مسيجة لأمور معينة هو حطت معايير للعالم أمريكا بتدي مساعدات لعشرات الدول في العالم فهو بيعمل لجان استماع وإنصاط في بعض الملفات هذا الاقتطاع من المساعدات زي ما حصل مثلا في 75 مليون دولار الأخيرة لا تمثل لنا شيء لكن هي بتمثل رسالة أنه عليكم أن تسمعه وتنصته للحالة المصرية فيه تأكيد إجماع ما بين كل الطيرات اللي حضرتك ذكرتها أن مصر حليف وشريك مهم في الإقليم ويجب التعامل معه بجدية وده ظهر زي ما جمانة قالت وزي ما عليك قلت وظهر في حفاظة استقبال وظهر في استقبال ناسي فليسي فهو التوجيه المباشر عليكم أن تستندوا إذا صحة تعبيري وأن تعتمدوا على هذه الدولة هذه الدولة في الإقليم التي تستطيع أن تبني شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة وطبعا أنا عايز أقول في لغة السياسة لازم أن حضرتك نتفاهم ده يعني إحنا حتى في إطار الندية اللي إحنا بيكلم فيها في السياسة الخارجية الأمريكية أن أنت جبت لفروف وزير خارجية الأمريكي ولم تجرؤ أي دولة عربية أو أجنبية تجيبه وزير خارجية روسيا لفروف وزير خارجية الروسي ركولت لأمريكي وزير خارجية الروسي من القاهرة أطلق رسائل معينة هل الحاجات دي بتزعج الأمريكان أنا في تقديري أن أنت تبني وتنوع تحالفاتك هذه الرسالة مهمة بمعنى إيه أنك إنت لديك مصدقية في التحارف في المنظومة الإخليمية والدولية وإحنا في بيئة دلوقتي أو نظام دولي يتشكل يعني الصحيح أن إحنا أصبحنا في نظام متعدد الأقطاب هذا كلام سطحي وغير صحيح إحنا لا زالت الولايات المتحدة على رأس النظام الدولي وسط ظل للسنوات ليه؟ لا اعتبارات وحسابات القوة الشاملة إحنا مش بنقول هذا كلام لأهواء أو أراء إنما بحسابات القوة الشاملة حضرتك الولايات المتحدة تفضل على رأس النظام الدولي لكن هذا لا يمنع إن إحنا نحن إلى فكرة تعدد الأقطاب لهذا الرئيس الروسي بوتين يقول إحنا عايزين على متعدد الأقصصين تقول إحنا إلى حين لا ترهن على طرف واحد بالضبط إنه لازم حضرتك وديه النقطة للأمريكان معظم الكتابات الأمريكية بتقول إنه هذا البلد وبيتحول تحول سياسي وتحول ديمقراطي إنه القيادة السياسية لديهم أصبح في حاجة سمع عقيدة الرئيس السيسي في الدوار الأمريكية إنه هذا الرئيس بينقل بلده بينقل الإقليم إلى أمور مختلفة الأشقاء في دول الخليج العربي الآن بيقوموا بحز مصر يعني أما رئيس دولة الإمارات روح روسيا إنه السعودية تتبنى مواقف راديكالية في موضوع أبوك بلس 2 فهم أصبح لديهم في الدوار الأمريكية عقيدة السيسي اللي ينبى بنية على تعدد وتنوع الحلفاء وإحنا علينا ننزل المنطقة بكل هذه الأهمية وهذه الأهمية لاعتبارات متعلقة بمكانة الدولة المصرية في النظام الإقليمي الموجود طيب تماشي مع كلام حضرتك فدالي فدالي وإحنا يعني يمكن قمة 27 قمة المناطق 27 كان في 26 قمة قبلها شفت بالفعل يمكن مخرجات ورقة باريس ومخرجات بلعسكو يمكن هم دول الأبرز زي ما تبعنا حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا بالفعل الأليات تم وضعها حاليا إحنا في مرحلة التنفيذ بالفعل هذا اللي حصل لما جاء الرئيس جو بايدن لم يتحدث فقط عن أليات خلينا نقول أنه بمثابة إقرار بدور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبرى دولة صناعية كبرى يعتبر بمثابة إقرار بما أسهمت في تغيرات المناخية ففكرة أنها كمان تبعنا طبعا أنه 150 مليون دولار هتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر لتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك عايزة أعرف من حضرتك فكرة أو قوة مصر في هذه القمة إزاي قدرت أنها تكون مش هنقول أنها مجرد إسهاب في الأليات ولكن نحن دلوقتي شايفينها على أرض الواقع بالفعل تم التنفيذ هو بالفعل أنا حابدأ من كلمة حضرتك التنفيذ لأنه بالفعل القمم السابقة وكان هناك كثير من الأفكار خصوصا باريس يعني كان فيها حضرتك مقرارات كتيرة جدا والقضية حضرتك في الأمور الفنية مش درجات الإنبعاث الحراري وإننا نلتزم بواحد ونص أو اثنين في المية القضية أنه حضرتك لحسي أنه الغياب الروسي والغياب الصيني على الرد على الرئيس الأمريكي لأنه من القمة الماضية الرئيس الأمريكي وجه رسالة كانت عنيفة للدول الالتزام بها لكن أنا عايز أقول نقطة الولايات المتحدة أيضا شريك في الأمور المرتبطة بالالتزامات بمعنى أنه قمة التنفيذ كما ذكر سيد الرئيس أنه عندنا مقرارات كتيرة فعلينا أنه نبدأ نشتغل على الأليات التنفيذ وفقه أطر زمنية وبالتالي تلزمي حضرتك الدول الكبرى بهذا الصين لها موقف مختلف تماما الصين موقف مناوء تماما لكل ما تسكريه لإعتبارات متعلقة باستخدامتها التقليدية للطاقة وغيره النقطة الثانية وهي مرتبطة بالموقف الروسي الروس أيضا لديهم مشاكل ومبارح طبعا الرئيس الأمريكي قال عبارة خطيرة هو بيكلم حضرتك قال إنه موضوع تسييس الإمدادات الطاقة هو بيقصد إنه موضوع أمن الطاقة هو مرتبط بروسيا وإنه استخدامها دي ورقة سياسية فهو بيكلم إنه إذا دخلنا في هذا المجال فهيبقى فيه يعني تبعات نرجو إن إحنا نتجاوزها هو بيقول ذا لكن الأطراف الثالث أولا بالنسبة لولايات المتحدة بالنسبة للصين بالنسبة لروسيا الأطراف الثالث هي المسؤولة حضرتك عن التنفيذ بمعنى إذا كان طرح فكرة الخمسمائة مليون دولار للمبادرة مع مصر لتحول الطاقة المستجدة إحنا بدأنا ده من سنوات فلكن هي حتساعد بطبيعة الحلمية وخمسين الموجهة للدول النامية إحنا القمة الماضية سيادة الرئيس في كلمته قال ضرورة إعطاء تعويضات للدول النامية لأن دي اللي اتأثرت فالنهاردة الاتزام بالنسبة للحرارية أو بنتكلم على الطاقة المستجدة ده مهم جدا للعالم مش لدولة معين لكن برضو خلينا أقول وأنا متفائل دائما هياخد بعض الوقت لأنه دي سياسات دول كبرى في خلافات مشأنها في تضرر بالنسبة للدول النامية إحنا علينا أن نقرب وجهات النظر نعمل توافقات بين الأطراف المختلفة ما يبقاش التركيز على دولة واحدة لازم دائما نقدر أن نشتغل على نفسنا ونساعد طبعا الدول الأفريقية زي ما مصر تقدمت في هذه القمة خلينا نقول نموذج مبدئي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر زي مدينة شرم الشيخ أول مدينة ذكية حاجة ملهرة أنا عايز أخذ الكلام من طرف 500 مليون دولار ومدينة ذكية ومصر بتتحول الاقتصاد الأخضر كيف ترى مصر بعد هذا المبلغ الذي سيوضع في استثمارات خاصة بالطاقة الخضراء كيف ترى مصر فيه خريطة الطاقة النظيفة في العالم كمان كم غامل السنين يعني احنا عندنا النهاردة مش بس مؤتمر المناخ ان اللي حيبني ده سمعة دولية لا عندنا استثمارات في الغاز وعندنا قوة اقتصادية في الطاقة وعندنا أوراق ضغط قوية جدا في ملف الطاقة إقليميا وعربيا فلما تحط ده جنب ان عندك حيبقى عندك اقتصاد أخضر نظيف وداخل معاك تمويل بهذا الحجم احنا في قلب الخريطة خريطة الطاقة في العالم حضرتك بتحجز مكان متقدم مش بسبب الـ 500 مليون لكن انت عملت جهد كبير جدا خلال السنوات الماضية بس لابنا مهمة جدا بتضاف إلى طبعا هتبني عليه لأنك عيبقى عندك بنية أساسية مرتبطة به فكرة الاقتصاد الأخضر في كافة قطاعاتها بتحط مصر في قلب الخريطة التفاعلية في العالم في هذا المجال ده بيأثر كمان على صادراتنا الأوروبا على قصة الأيزو طبعا كل ده بيبقى لين أكاس وارتداد لان رمو بالناس ليش فهمة احنا بنعمل ده يعني لي لا طبعا أوروبا بتشترط طبعا انت بتروج لمصر في الدوائر الأوروبية الاقتصاديات الأخرى طبعا عندك نشاط مع الاتحاد الأوروبي شيء مبهر ان انت تشوف الدولة المصرية وهي بتتحرك وهي بتنجز ده مهم جدا ناس تدرك ان احنا كمان بنخاطب الاقتصاديات الدولية بصورة كبيرة واعتقد ان احنا هنقدر نحقق طبعا مجال كبير ان شاء الله تعالى صحيح طيب دكتور اخيرا بعيدا عن الكياسة والله بوقت دبلوماسية عفوا يمكن انتبعنا اشهادات عالمية بتنظيم مصر لهذه القمة الضخمة عايزة اعرف اهمية هذه الاشهادات الدولية ايه بالنسبة لمصر شوف يا حالك احنا برضو عنينا على الخارج واحنا بنتابع الداخل عنينا على ردود الفعل الخارجية للامانة هناك حفاوة كبيرة وانا اتمنى بطبيعة الحال تبقى فيه متابع خلال الكم ساعة المقبلة طبعا لغاية انتهاء المؤتمر كيف يرانا العالم ودي نقطة مهمة جدا لانه العالم كله بينظر الى مدينة الشارب بهذه الفعلية الكبيرة باهمية هذا البلد في جزء منه الاستقرار السياسي والاستقرار الامني والبلد بتحول تحول كبير اعتقد دي صورة كبيرة جدا هتقولي لي العائد بتاعه ايه العائد من السياحة برضو يعني لازم نقول العائد ليه مكانة وجدارة الدولة المصرية وموقحها فيه النظام الاقليمي والدولي يعني احنا مش بنكلم على ان احنا نروك لقطاع معين لا احنا بنكلم بالرؤية الشاملة او المقربة الشاملة انه البلد واعد جدا وانه مصر بتدي نموذج ليه دولة في الاقليم وخلي بالحضرتك هذه اول نسخة تتعامل فيه العالم العربي فليها رونك لأكبر دولة عربية بالحسابات الكبيرة فردود الفيحة الكبيرة ومهمة وانا اتمنى طبعا للهيئة العامة للاستعلمات دي اقرى شوان بيعملوا شغل فيه المتابعة وفيه شغل كبير قوي ان الناس تعرف ده لانه مهم جدا ان احنا نحصد اللي احنا عملناه لانه الدولة باكملها للامانة نجحت بمهارة في هذا الاقل يعني على اي حال اجمالا ربما لا يعلم البعض ان فيه اشتراطات من الدولة الاوروبية حول قصة تصدير السلع اليها وانها لازم يعني بتشترط او بتدي اعفاءات او بتدي اشياء اضافية لمن يستخدم الوقود الاختر او يعمل بالطاقة النظيفة فا اعتقد ان دخلنا في هذه المنظومة كمان سيسهل لعدد كبير جدا من الصناعات المصرية ان هي تنتشر وتلقى رواج اكبر في التصدير وتاخد يعني زي ما بيقوله الايزو في هذه القصة نشكرك بنشكرك الدكتور طريفان ميزان العام السلسية وماما اوضحت لنا يعني بشكل عام يعني اهم ملامح العلاقات المصرية الامريكية خلال سنة وتلقائها شكرا جزيلا شكرا لكم